اشتركوا في القناة في الذكور والانات التي ستتوصل الى غاية التاسع عشر اكتوبر الجارية تحت اشراف الاتحاد الافريقي لكرة اليد وعبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد عن سرورها باحتضان هذا الحدث الرياضي الكبير مشددة على انه سيكون مناسبة رياضية مميزة تستقطب انظار عشاق رياضة كرة اليد في افريقيا وخارجها وتجمع نقبة من الاندية الافريقية المتألقة هذا وبعد التهديدات الجزائرية بالانسحاب من البطولات الافريقية لكرة اليد في اعقابه قامت بطولة افريقيا للاندية بمدينة العيون في الصحراء المغربية كشفت منابر اخبارية متفرقة ان اعضاء الاتحاد الافريقية لكرة اليد وعلى رأسهم رئيس الاتحاد منصور اريمو انبهروا بالبنيات التحتية لمدينة العيون وزادت تدات المصادر ان اجتماعا اقيم بين اعضاء الاتحاد الافريقية لكرة اليد والمسؤولين المغاربة لتدارس امكانية اقامة بطولة افريقية للمنتقبات بمدينة العيون في السنوات المقبلة القرار المحتمل باقامة بطولة افريقية للمنتقبات في العيون قد يثير ردود فعل متبين خصوصا من الجزائر التي هددت مسبقا بالانسحاب من اي بطولة تنظم في الصحراء المغربية ما قد يزيد من حدة التوترات بين الاطراف المعنية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء